موسيقى مرحبا و اهلا وسهلا فيكم اذا سألوا ليه حاضر بالنيطب حلائم سكر ونحن بالحجر سؤرد حلوق الحالة وكانت النتيجة مريعة بعد ما خلصنا من هذا الموضوع دعنا نرى ماذا سوف اختبره اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيف يتجمع هذا البرودكت كيف نعبى الجوز فيه كيف نضع الكويل ونرجع ونطلع ونحكي اكتر عن البرودكت اشتركوا في القناة 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 هاي القاعدة اللي لما تكون عم تستعمل الفيب بضاك تحطوه مشان ما تحطوه كيش مكان ما تحطوه على هاي القاعدة بها الشكل العلبة الثالثة والأخيرة المفروض يكون فيها بطاريات 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 البيب اون الأصلية يأتي اثنين منهم 18350 3.7 فولت 1100 mAh سوف نأتي كل شيء على جنب ونحكي عن البيب بطاريات بطاريات البيب هذا البطاريات انتون ما نكون شايفين ستسألوني وين بتنحط البطارية البطارية بتنحط هون بهذا الشكل الوقوفيب اونلي في بايب والسيريال نمبر 989 989 بعد ما نحط البطارية بنسكرها سألوني وين ما نحط للجوز لاحظوا ماء حسنا هذا الاتوميزر بنفكه هذا الكويل هنحكي شوية اكتر عن الكويل كل ما نعمله من عبت جوز ل حدود هاي الحديد اللي جوه نحط البطارية اللي هو من عبت من تحت نحط بهذا الشكل ومنسكر هنحكي اكتر عن الكويل هاي هذا واضح هنحكي اكتر عن الكويل هاي هذا واضح صحب الاتوميزر نحط الكويل بالبطارية نحط الكويل بالبطارية ليس نستجد منعبا الاتوميزر ونركب بها الشكل نرجع ونقوم الاتوميزر بها الشكل نعجب الموس في بايب ثري من فيب اونلي جاهز لنستعملو خلينا ناخده لفوق لحا بيلو جوس وناخده لفوق ونحكي اكتر عن شو السيئات والحسنات وشو في قصة كبيرة من ورا هيدا البيب سو رجعنا مع في بايب ثري من شركة في بايب اونلي حين دا البرودكت خلينا اواشي فارجيكم لحظو شغلة لما غيسحب شو بيصير عندهم قطلش عما شفتو الدخن كتير منيحة هيدا البرودكت كتير تعزبت لحتى اللي احصل عليه فتشت بالويب سايتات اللي عادة بنشتري منها ما لنه موجود بلا فتت على الويب سايت طبع عندهم صفحة اسمها وين ممكن تلاقيه لقيت عندهم ارب موجود باربع ويب سايتات باليابان ويب سايت واحد بالكويت ويب سايت واحد بدوباي وخمسة ويب سايت باوروبا مش بكل اوروبا يعني بس خمس بلدان وبي اميركا ابدا مانا موجود عملت المستحيل اللي احصل عليه بالاخير شاب صديقي قدر اني يأمل لي وحده هلا ما امل لي الشي اللي انا انا قد ايا اللي انا قد ايا اللون لحطركم صورة طعمة فيكم تشوفوها بس بالنهاية فتحت العلبة وطلع عندي اللون هيدا اللي هو بسموه روز كولد او روز وود بينما اللي انا قد اياه هو الابوني بس لانه مش موجود هالبروداحت وكتير صعب انه نحصل عليه اخدته واستعملته وكتير مبسطت فيه عم يعطينا عدخني كتير منيحة عم يعطينا طعمة جدا ممتازة بس فيه شغلي انا اغلط فيها لما نزلنا عملنا كلوس اوب ما انتبحت لها وما كنت كتير عم بمبسط فيه للبيب البداية كانت السحبة كتير دايقة سورجعنا لكتايب الارشدات وانتبهنا لشغل كتير مهمة اول شي خليني فرجيكم من جوه شايفين هادي الفتحة الصغيرة هون هادي الفتحة هون هو المحل اللي بيفوت فيها الهواء ليمرق بالكويل وبالاتومايزر بس لما فتحتهم وشلت الاتومايزر كله طلع انه فيه ايرفلو كنترولر او فيه محل رينك فيك تتحكم نوعا عز عم تشوفوها تتحكم بفتحة الهواء هيك كليا مسكر وهيك كليا مفتوح انا شخصيا بفضله نصف مسكر نصف مفتوح من وقت ما عملت هذا الشي صرت استمتع بالسحبة صرت السحبة بطلت دايقة بالاول كانت كتير دايقة من بعد ما زبطت الارفلو كنترولر صرت انبسط كتير بالسحبة صرت اخد دخني حتى منيها هلأ فيه ساقمنت شديد يعمل قدمها هي بتتعلق باخبار الفيب خلينا روح اليها موسيقى سو باخبار الفيب اليوم بتعرفوا من فترة من تقريبا ثمانت شهر لسنة نزل البروداكت اسمه 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 دوست فيب اورايين بنزل منه لكيو كمان لوراين كانت تدير فيه مننا دي انا اي برجن كل العالم صار تشتري منها لدرجة انه صاروا الشركات الثاني يقلدوها نفس الشكل طريبا الارض اصغر شوي اكبر شوي وصارت كل الشركات تعمل منها مثلهم مثلا للسموك ترينيتي هلا الترند رايحة لجهة البلد بوكس وكل العالم عم بيعملوا كوبي عن البلد بوكس وفايب اونلي واحدة منهم اسمها سبيس سكستي وات القوة فيها من خمسة وات تستعمل بطارية 18650 مقالدين البلد بوكس بكل شي يعني حتى السطحات الهواء بيكونوا على الجنة بالكبسة الزر مثل ما محطوطة بنفس المحال بيجي معنا ثلاثة كويلز وممكن تشتري لها اذا بيجي لحاله وما بيجي بلعب تشتري لحاله سو باخبار اليوم سبيس سكستي وات هي اخر تقليد او نسخة او شي بيشبه البلد بوكس من فيب اونلي موسيقى 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 خلينا نحكي حسنات و سيئات بالنسبة لل V-Pipe 3 من شركة بايب اونلي صراحة البرودكت ممتنس من كل النواحي يعني اذا بتطلع فيها البرودكت عم بتشوف بايب عادي ما نتقيل صراحة بتنتكن تذكروا انه مستعمل بطارية 18350 هنحكي على السيئات اول سيئة لأيتها انه هيته البايب ما في USB يعني اذا فضيت البطارية حالك الوحيد هو انك تشيل بطارية وتشرجها خارجيا الحلو فيه انه عطيناك بطاريتان هون فيك تقول ممكن تكون سيئة ممكن تكون لا بس يفضل لو كان في USB اذا انا بالنسبة له هيته سيئة السيئة التانية انه شوي حجمه اكبر من البايب العادي يعني حسنا لما شفت الجهاز من الداخل تضحي انه كان فيهم بعد يرفعوا فيه شوية للجهاز ولكن يمكن ليبين على اهميته بالشكل وبالحجم اللي تقل دايما بيعطي اهمية هذي كانت السيئة الوحيدة البايب عم نحكي كله حسنات عم يعطوك مش بطارية واحدة بطاريتان بيجي معها عندها مصنوع من الخشب الطبيعي هيدا مانه بلاستيك هيدا خشب طبيعي الضو اللي بيطلع هون لما تسحب هيدا مثل يعني لما بتكمش هيدا جايز بيدك معك بايب طبيعي بس الفكرة انه مدل ما تستعمل تبخ هم تستعمل الجوس والاهم من هيدا كله انه ما فيه اي شي بيبين انه يعني حتى اصحابي يشكوا انه شو هم تستعمل بايب صارت مع اساس فيب مثل هو عدا الشي اللي خليه هون يفكروا انه ما في شي يعني في واحد من البايبس لحسكر حطيكم صورته هلأ وين ايدي حطيكم صورته هون في المكنه مثل هاي وهون عندك بعدين عندك هون ما بتشوف يعني ما بتحس انه بايب فيب هيدا بايب عادي هادي سيئاته هي واحدة باليو اس بي والباقي كله اياته عبارة عن حسنة هولي كانوا سيئاته حسنة من شركة فيبون شو كان فيهم يعملوا لحسنوا سكرتهم لحرجع عيدهم يزيدوا يو اس بي بورت لح ترسير يتشرج عن طريق اليو اس بي او كمان انه يجربوا يرفعوا شوي يرفعوا الديامتر تبعوا منهم بنصح فيه اكيد بنصح فيه هذا منتج مش لح تاخده اذا انت موظف في مكتب انك تحطه عندك على المكتب تستعمله كل شواء اكيد لا هيدا بروتك هتستنت تنبسط فيه بالبيت اذا ظاهر على الحشاء مع اصحابك هاي على عرز اكيد فيك تاخده شكله حلو ودخنته حلوه وبيعطي طعمي طيبة وهو جدا منيز وخشب حتى بيجي معه قاعدة معمولة من جلد اصلي بتحطها بهذا الشكل وبيعطي البايب عليها سو بنصح فيه اكيد بنصح فيه بس طبعا هذا تردك مش لكل العالم انا شخصيا هلا لانه كورنتين قاعدة بالبيت ما ما فيه يعني ما مستعمل شي غيره بس بكرا بس نرجع لاجغالنا ما حصيره مستقي الا بالبيت سو هيدا كان كل شي بالنسبة لل من شركة ذيب اونلي شوفكم بالريديو الجديد موسيقى 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 موسيقى